بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الرابعة شوابة الساعات المعتمدة عربي. المستوى الثالث. مادة اقتصاديات المالية العامة والضرائب. دكتورة ايمان السعيد. الضريبة الجملكية احنا شغالين فيها. الاول خدنا مفهوم وخصائص الضريبة من المحاضرة اللي فاتت. وهنبتدى نكمل ثانيا ربط الضريبة يعني عايزين نحسب الضريبة الجمركية. عايزين نحسبها اي ضريبة في الدنيا. عبارة عن حاجتين مضروبين في بعض. وعاء الضريبة في سعر الضريبة. بالنسبة لسعر الضريبة هناخد عليه ملاحظة. ده هدولك في التملين. هيبقى معطيات. ما تشغلش بالك بيه. اه اما وعاء الضريبة رقم الاولاني ده بيتمثل في اجمالي قومة الصفقة. او يعني قيمة الفلوس اللي دفعناها في سعر السلعة المستوردة. باعتبر ان الضريبة الجمهورية بتفرض عالسلعة المستوردة. بس المشكلة في الوعاء ده. واحنا بنحدد اجمالي قومة الصفقة. آآ بيختلف الرقم آآ او آآ يعني طريقة الحزبة بتاعت اجمالي قومة الصفقة بتختلف باختلاف طرق تسليم البضاعة او السلعة المستوردة. آآ عندنا اربع طرق متحددين. آآ طريقة فاس آآ معناها مجاناً بجانب السفينة. آآ طريقة به طريقة فب مجاناً على ظهر السفينة. جيم طريقة سي آآ التكلفة والشحن. ده لطريقة طريقة سيف التكلفة والتأمين والشحن. آآ بالنسبة للوعاء هو في الاربع نفس الرقم. بس طريقة حسابه او خطوات حسابه بتختلف باختلاف كل طريقة. وده نتيجة اختلاف آآ آآ ظهور المصروفات التالية اللي هي تلت حاجات. مصروفات تحميل السفينة بالبضاعة وده هنسميها آآ آآ مصروفات آآ اه او زي الف مثلا واغرة الشحن البحري اللي هي النولون ودي هنسميها ومصروفات التأمين البحري ضد الحريق والسرق او التلف وده هنسميها ايه وهنبتدي نمسك كل طريقة ونشوف التلت مصروفات دول ايه وبي وسي اللي هي مصروفات تحميل السفينة بالبضاعة ايه. واغرة الشحن البحري النولون ايه ومصروفات التأمين البحري ضد الحريب والسرقة والتلف اللي هي C هنشرح كل طريقة ونشوف الثلاث أنواع من المصاريف دي بتظهر فأني حتة وبتعمل إيه في الوعاء أو لحد ما نحسب الوعاء بتاع الضريبة الجمهورية معنا. الطريقة الأولانية هناخدها اللي هي ألف طريقة فاس F.A.S دي يقصد بيها تسليم المصدر البضاعة للمستورد بجانب السفينة على رصيف ميناء الشحن ودي بتتحسب وعاء الضريبة بتاعتها طبعا بعد ما بنحسب الوعاء في نهاية الحزبة بتاعتنا ناخد اللوعاء ونضربه في السعر السعر او معدلة الدريبة لكمركية او سعرها وده ه HDولك في التمرين. طب اللوعاء دا هيتحسب ازاي الجزء الاولان من المعادلة بتاعة حساب الضريبة اللي هي الضريبة بيسأل الوعاء في السعر بيقولك الوعاء ده هو اهو. زي ما انتشايف قدام حضرككو الجزء الاولاني هما تلت اجزاء من مصفوفات بتاعتنا او الحزبة بتاعتنا. جزء الاولاني. بيتضمن تكلفة البضاعة المضاف إليها مصاريف التغليف والمشال والنقل من المصنع لرصيف الشحن آآ آآ بين قسين أي تكلفة البضاعة شاملة المصروفات حتى مناء الشحن بجانب السفينة ده أول نوع أو جزء الأولاني من الحزبة بتاعتنا طبقا لطريقة فاس آآ بنضيف لها آآ المصروفات التلاتة اللي احنا قلنا عليها ايه وبي وسيء اللي هي ايه مصروفات تحميل البضاعة آآ السفينة بالبضاعة آآ بي آآ اجرة الشحن البحري سي مصروفات التأمين البحري وده يبقى كده غطينا الجزء الثاني من المصروفات واللي هي هتضاف للجزء الأولاني بالإضافة لجزء ثالث موجود تلاتة أجزاء من الحزبة بتاعتنا تلاتة الجزء الثالث بيبقى فيه مصاريف تفريغ البضاعة بمناء الوصول إلى مصر آآ لو احنا جمعنا كل المصروفات دي هنوصل لإجمال قمط الصفقة أو وعاء الضريبة الجمرقية أو مصطلح آخر مساوي لده كله اسمه أرقمة للأغراض الجمرقية طبعا ناخد بقى بعد كده اللي ايه الوعاء اللي هو آخر سطر وصلنا له أضرابه في سعر الضريبة أو معدل الضريبة اللي هاجبولك في التمرين للوصول إلى الحزبة بتاعت الضريبة الجمرقية ما قدرها أديه آآ نلاحظ حاجة بقى من الطريقة الأولانية اللي هي فاس أن المصروفات A وB وسيء ظهرت مستقلة في الجزء التاني زي ما احنا شفناها ناخد أول تمرين معنا على الحالة دي بيقول لك قامة أحد التجار باستيراد سلعة آآ بقيمة قدرها مية خمسة وعشرين ألف دولار بشروط التسليم فما تقلقش أنا هجيب لك اسم الطريقة في قلب رأس التمرين وقد بلغت مصروفات المختلفة آآ المصروفات مصروفات تحميل للسفينة بالبضاعة ألف دولار آآ اجرة الشحن البحري او النولون ستمائة دولار مصروفات تأمين البحري تلتمائة دولار مصارف تبريغ البضاع بمناء الوصول الى مصر اربعة تلاف دولار اربعة تلاف بقى جنيه المرودي اربعة تلاف جنيه مصري المطلوب حساب الضريبة الجمهورية المستحقة. اذا علمت ان معدل الدريبة الجمهورية يعني سعر الدريبة الجمهورية 20% وسعر التحويل للدولار 20 جنيه. بتفق معك. اه احنا هنا في مصر يبقى بنتعامل بالجنيه المصري. يبقى اي رقم بيدهولك فراس التمرين بالدولار بضرب في سعر التحويل للدولار عشان يبقى بالجنيه المصري. اما ازا فراس التمرين حاجة معينة زي مصاريف تفريغ البضاعة بمناء الوصول الى مصر 4000 جنيه دي واضح انها بالجنيه المصري فراس التمرين هسيبها زي ما هي. اما ازا كانت بالدولار او باي عملة تانية آآ بضرب في سعر التحويل بقى بحيس آآ يبقى كله عندنا الارقام بالجنيه المصري. فده اللي يبقى كل رقم آآ بالدولار هضربه في عشرين جنيه سعر التحويل. والرقم بتاع مصاريف تفريغ البضاعة 4000 هسيبه زي ما هو بالجنيه المصري. دعنا بقى هنعمل حسب ازاي هو الشكل اللي احنا لسه او الطريقة او الثلاث اجزاء من الحسبة بتاعت وهاتدريبة الجمهوركية ده هنعمله ونحط الارقام في مكانها ونحسبها. تعالا نشوف كده بقى ممكن نحل التمرين ده ازاي. هنبتدي بقى نحل التمرين فهو بنكتب طريقة الطريقة الاولى بتاعت الفاس. آآ بنقول تكلفة البضاعة مضافا اليها مصاريف التغليف والمشال والنقر من المصنع لرصيف الشحن. آآ فهنضرب المية خمسة وعشرين الف في عشرين جنيه آآ اللي هو سارة تحويل الدولار. تطلع معنا اتنين مليون وخمسمائة الف جنيه مصري. ده تكون الجزء الاول من ايه الحزبة بتاعتي. بعد كده بنضيف لها تلات انواع من المصروفات في الجزء التاني مصروفات اخرى تظهر بصورة مستقلة في الحزبة بتاعتي اللي هي مصروفات تحميل اللي سفينها بالبضاعة وادي آآ هنسميها ايه? اللي هي بديها لك رأس التمرين الف دولار في عشرين جنيه آآ سعر التحويل الدولار وتطلع آآ معاك عشرين الف جنيه. اجرة آآ الشحن البحري ستمائة آآ دولار في عشرين جنيه اللي هي النوع من آآ بي من المصروفات آآ نضيفها آآ وهي مقدرها اتناشر الف جنيه. بالنسبة مصروفات التأمينش البحري تلتمائة في عشرين هتطلع ستلاف. ودي نوع التالت من المصروفات اللي سميناها السيني. وبتظهر في الجزء التاني. وحطناها في مكانها. بنضيف بقى الجزء التالت ده سابت في مكانه. مصاريف تفريغ البضاعة بمناء الوصول لمصر. اربع تلاف جنيه مصري. يطلع في النهاية اجمالي قيمة الصفقة. او آآ وعاء ضريبة جمهوركية آآ معانا اتنين مليون وخمسمية اتنين واربعين الف جنيه. ده الوعاء. نقدر نحسب الضريبة? آآ. نضرب الوعاء ده في سعر الضريبة اللي ادهولك فراس التمليل عشان يدينك ضريبة الجمهوركية. يبقى الضريبة الجمهوركية والساوي الضريبة في سعر الضريبة اللي هي ميتين اتنين مليون وخمسمية اتنين واربعين الف في اشين في المية تطلع معاك الضريبة الجمهوركية مقدرها خمسمية وتمانية الف وروبعمية. دي كانت الطريقة الاولانية. طب الطريقة التانية اللي هي طريقة فب. يقصد بذلك تسليم المصدر البضاعة للمستورد على ظهر السفينة على رصيف مناء الشحن وهو بقى مسؤول عن النقل بيسلمها له على ظهر السفينة وبتتحسب الحزبة ازاي هي نفس الحزبة بتاعتنا مع اختلاف بسيط ان النوع المصروفات اللي اسمه ايه اللي ظهر في الجزء التاني بيظهر عندي في الحزبة في الجزء الاول من الحزبة بتاعتي وبالتالي هيبقى الجزء الاولاني في دوق هذه الطريقة يتضمن تكلفة البضاعة مضافا اليها مصاريف التغريف والمشهل والنقل من المصنع ومصروف تحميل السفينة بالبضاعة اللي هي ايه يضاف اليها جزء التاني مصروفات اخرى مستقلة متمثلة في اجرة الشحن البحلي او النولون اللي هي بيه ومصروفات التأمين البحري دي احنا ايه وبي وصي خليب لكم الوحظة احنا دي رموز حطينها بس عشان نظر نستوعب المشهة الايه المصطلحات ازاي والارقام مشهة ازاي ده كان الجزء التاني الجزء التالت من الحزبة بتاعتي هو مصاريف تفريغ البضاعة بمناء الوصول لمصر لو اضافنا الجزء التالت نوصل الى اجمالي قمة الصفقة او عائد ريبة الجمهورية او القيمة لاغراض الجمهورية هنلاحظ بقى شوية حاجات ان اجرة الشحن البحري اللي هي المصروفات ب والمصروفات س بتظهر مستقلة بين المصروفات ا بتظهر في الجزء الاول بفاتورة المورد او المصدر ناخد بقى تمرين على الطريقة دي اللي هي طريقة فوب هنلاقي ان هو قامت شركة النهضة باستيراد 1500 وحدة من السلعصات بسعر 1000 دولار للوحدة بشروط التسليم فوب بلغت مصروفات المختلفة كما يلي اجرة الشحن البحري او النولون ربعمية دولار مصروفات التأمين البحري 200 دولار مصاريف تفريغ البضاعة ببناء الوصول الى مصر 5000 جنيه مصري المطلوب حساب الدريبة الجمهورية المستحقة اذا علمت ان معدل الدريبة الجمهورية 15% وسعر التحويل للدولار 20 جنيه دلوقتي نفس النظام بنمشي عليه بنعمل الحزبة بتاعتنا واذا كان حاجة بالدولار بنحولها لجنيه مصري بنضرب في سعر الدولار واذا كانت هي بالمصري زي مصاريف تفريغ البضاعة بناء الوصول لمصر 5000 جنيه بتبقى بنفس القيمة هنا بس فيه اختلاف بسيط مش مدي لك قمت السلعة على بعضها ده مدي لك 1500 وحدة في عدد الوحدات يعني في سعر البيع الوحدة 1000 دولار ندر نضربهم في بعض ونشوف بقى ممكن نحل تمرين زي ده ازاي اه زي ما انتو شايفين كده الجزء الاولاني من تكلفة البضاعة الجزء الاولاني بيبقى فيه تكلفة البضاعة مضافة ايه مصروفات التغليف والمشال والنقل من المصنع اللي هي مصروفات تحميل السفينة بالبضاعة اللي هي ايه هنضف لها اه جزء التاني مصاريف اخرى مستقلة اللي هي اجرة الشحن البحري اه ونضف لها مصروفات التأمين البحري وجزء التالت هي بمصاريف تفريغ البضاعة بناء الوصول لمصر 5000 جنيه ده بالمصر فعطناها زي ما هو يبقى اجمالي قمة الصفقة اه وصلت اه ل30 مليون و17 ألف جنيه بنضرابها ده الوعاء بتاعنا بنضرابها في السعر الخمسة سر فنمية من رأس التمرين عشان يطلع معاك اربعة مليون خمسمية واتنين ألف خمسمية وخمسين جنيه اه شكرا لحسن استماعكم وبالتفكة ان شاء الله شكرا لحسن كشفت ب أحد ترجمة نانسي قنصة شكرا لحسن شكرا لحسن ا genetics